بين الاشتباكات العنيفة والهدوء الحذر تأرجح الوضع في مخيم عين الحلوي وكانت حصيلته مقتل عنصر من فتح يدعى احمد فارس وجرح ثلاثة اخرين على الاقل الاشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة الفلسطيني بلال عرقوب كانت قد تجددت اثر قيام حركة فتح بشن هجوم مضاد على مجموعات مسلحة تابعة لكل من الفلسطينيين المتشددين بلال بدر وبلال عرقوب في حي الطير واستخدمت في الاشتباكات الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي سمعت اصداؤها في اجواء مدينة صيدة تجدد الاشتباكات دفع بمئات العائلات الفلسطينية للنزوح الى مدينة صيدة هربا من نيران المعركة حيث استقر عدد كبير من العائلات في باحة وقاعة مسجد المصلي في منطقة التعمير المجاورة للمخيم قرار حركة فتح شن هجوم على مجموعات بدر وعرقوب في حي الطير اعترض عليه عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية واعلنت حركة حماس تعليق مشاركتها في القوة المشتركة احتجاجا على مواصفته بعدم التنصيق المسبق معها فيما يتعلق بقرار الحسم فيما تخوفت القوى الاسلامية من تدعيات اكبر لخطوة من هذا النوع اذا لم تكن منصقة مسبقا بين جميع القوى الفلسطينية الامر الذي استدعى اتصالات عاجلة ومكثفة من قبل قيادات فلسطينية ولبنانية مع قيادة فتح من اجل الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني وتماسق القوة المشتركة وبالفعل تجاوبت فتح مع هذه الاتصالات وعادت حماس عن مقاطعتها ولاحقا عقد اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في منطقة صيدة في مقر القوة المشتركة سبقه لقاء في مسجد النور مع لجنة حي الطير وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار على ان يتوجه وفد من لجنة الطير الى الحي المذكور لتثبيته اشتركوا في القناة